اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعى توجيهاته السامية بتقديم مساعدات انسانية اغاثية عاجلة الى ضحايا الفيضانات والسيول التي تعرضت لها عدة مناطق في شرق ليبيا ووجه جلالته المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب للمساعدة في تقديم العون اللازم لضحايا الفيضانات والسيول للاشقاء في ليبيا وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد اسم آيات الشكر والتقدير والعرفان الى مقام جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للاعمال الانسانية على مبادرات جلالته الانسانية المستمرة في مساعدة الاشقاء والاصدقاء ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم مؤكدا سموه تشرف المؤسسة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية من قبل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معربا عن وقوف مملكة البحرين الى جانب الاشقاء في هذا المصاب الاليم والعمل على رفع المهاناة عن المتضررين وتخفيف الام اسر الضحايا انطلاقا من الواجب الانساني الذي يمليه علينا ديننا الاسلامي الحنيف وعاداتنا العربية الاصيلة وتأكيدا للعلاقات الاخوية بين مملكة البحرين ودولة ليبيا الشقيقة